وزير المالية استعرض جهود تيسير الإجراءة الجمركية بالمنافذ خلال نصف الأول من عام 2023 مصرف لبنان يؤكد أن احتياطي النقد الأجنبي يبلغ ثمانية ونصف مليار دولار ولا صرف إلا لتزديد الالتزامات الخارجية فقط في روسيا الروبل يسجل أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين أمام كل من الدولار واليورو أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد في نشاط اقتصادية مفصلة من النيل أهلا بكم وجه وزير المالية محمد معيد بتعزيز جهود رجال الجماركي بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية النافذة الواحدة والتي تربط بين جميع الموانئ بشكل إلكتروني وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية أيضا مع تقليص زمن الإفراج الجمركي جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتقرير حول جهود مصلحة الجمارك خلال النصف الأول من عام 2023 في تعزيز إجراءات الحوكم الرقبية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يصم أيضا في حماية الأمن القومي المصري أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى استمرار فعاليات مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة في مارس من 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وبأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل من 20 إلى 25% وأشار أمنى إلى أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها وحتى الآن في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 342 مليون جنيه وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية عن متابعة نتائج المبادرة سند الخير أنها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع المختلفة استعرض وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت الموقف الحالي لزراعات محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات وتشكع والتي تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر يتي ذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة والتطوير خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزي والنسيج وتوفير الأقطان كأحد أهم مدخلات الإنتاج محليا لتقليل فاتورة الواردات وكذلك توفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها من الخارج قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن مسؤولي أجهزة مدن الشيخ زايد الشروق باني سويف الجديدة والعبور قامت بشن حملات مبكرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي على مختلف الأحياء لرصد أي مخالفة والتعامل معها بشكل حاسم وذلك بهدف رضع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدن المصرية المختلفة بحث وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أنشطة إدارات التوجيه المائي بالمحافظات واستعرض الوزير إجراءات تشكيل روابط مستخدم المياه بالمحافظات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط كما تم استعراض مهام التوجيه المائي ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث والمحافظة على الصحة العامة والبيئة والمحافظة على المجاري المائية ننتقل إلى البرصة المصرية التي تراجع أداء مؤشراتها قبيل ختام تعاملات اليوم الخميس وهي آخر جلسات هذا الأسبوع وصع عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى تريليون 218 مليار جنيه وسط عملات كلية بلغت بنحو الـ 118 مليار جنيه مزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلة النيمن أمام البورصة المصرية حسن أسماء بعد التحية يعني دليني على آخر مؤشرات البورصة المصرية اليوم التي تراجعت وأسباب هذا التراجع من وجهة نظر المحللين تحية لك في البداية حسن تحية للسادة المشاهدين في كل مكان بالفعل اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في جلسة ختام تعاملات الخميس نحو المنطقة الحمراء ليتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 48 من مية في المية وامتد التراجع أيضا إلى مؤشر اي جي اكس سبعين مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليتراجع بنسبة 14 من مية في المية وكذلك أيضا انخفض مؤشر اي جي اكس ساميع الأوسع نطاقا ليتراجع بنسبة 37 من مية في المية بالنسبة للقطاعات نجد أن قطاعات البنوك والعقارات شهدوا أداءا سلبيا خلال الجلسة بينما شهدت قطاعات مواد البناء والمقاولات والإنشاءات الهندسية أداءا إيجابيا بالنسبة لفئات المتعملين نجد أن المؤسسات والأجانب اتجهوا نحو الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين الأفراد نحو البيع لمزيد من التحقيب والتحليل لجلسة اليوم تنضم إلينا الأستاذ حنان رمسيس خبير أسواق المال وأستاذ حنان أهلا بك معنا على شاشة النيل الأخبار أهلا وسأني أسماء تحقيبك على أداء أسواق المال اليوم والأسباب وراء هذه التراجعات هو تراجعات النهاردة تراجعات طبيعية بسبب جاني الأرباح بعد مكاسب الحقاء المتعملين خلال جلسات الأسبوع طبعا على مستوى الأسبوع فيه تباين في أداء المؤشرات ممكن المؤشر الرئيسي يكون عامل مكسب المؤشرات الفرعية يعني ممكن يكون يعني عاملة نخفضات هاميشية المؤشر طبعا لما كل ما بيوصل 18 ألف نقطة بيبتدي أنه هو يتدنى أدناها لأنه بيبقى فيه اختبار عليه قوي جدا بس لازم برضو نعرف الاعتبار أنه احنا عندنا في أسهم عاملة فرعات سعرية قوية في قطاعات مختلفة فبتدت أن تتغير بقى وجهة نظر المتعامل ويتغيرهم من قطاع لقطاع ومن سهم لسهم طبعا شفنا خلال جلسات هذا الأسبوع كان فيه اهتمام من قرار المؤسسات العربية والأجنبية لاستحواز على العديد من الأسهم وعمل مراكز الشرائية الأفراد كانوا على النقيد يبتد أنهم يعملوا نوع من المبيعات لأنهم أصلا تدوراتهم قصد الأجل بيعتمدوا على المتاجرات السريعة فبيشتروا عند مراكز شرائية يبتدوا يصفوها طالما أن هي زير أو هامش فبيبتدوا أنهم يعملوا مراكز جديدة في أسهم جديدة طبعا لازم نحط في اعتبارنا الأخبار الإيجابية ونتائج الأعمال بتؤثر على تعملات الأسهم وبتأثر على تفضلات المتعاملين يعني احنا كنا شوفنا في خلال جلسات الأسبوع قطاع البنوك كان عامل تفضلات سعرية نهضت بالمؤشر التلاتيني شوفنا في الفترة الحالية في أخبار عن تنخيص البناء اللي هترجع مرة أخرى للمباني فبتدت يأثر قطاع التشييد والبناء وقطاع المباني والعقارات في البورصة المصرية بنترجم دايما الأخبار الإيجابية لأداء في البورصة وبتدت في تقارير الدولية بتتكلم في الفترة الحالية يعني الإحفاظ على النقود ضد مخاطر التضخم بتحاول الدولة بقدر الإمكان إن هي تعمل تنشيط البورصة ثواء المصرين في الخارج المتواجدة البورصة في السحل الشمالي متواجدة في كل مكان عشان نقول البورصة للجميع متواجدة في كل مكان عايزة عرف محاذيك يا أستاذ حنين هل من المتوقع أن يصل المؤشر الثلاثيني كما توقع بعض المراقبين الماليين والفنيين إلى مستوى 18100 نقطة؟ لا هو ممكن يتخطاها يعني إحنا توصلنا إلى 18100 نقطة وتدنينا أدناها ولكن إحنا يعني عندنا معزيات التداول ومع اهتمام المؤسسات العربية والأجنبية بتاكوين مراكب الشرائية ممكن نشوف أكتر من كده يعني أنا بتوقع على أجل متوسط 19000 نقطة وعلى أجل الأطول لخد نهاية العام 21000 نقطة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جدا هكذا تبعنا معك حسام أداء أسواق المال خلال جلسة ختام تعاملات الأسبوع الخميس إليك مرة أخرى أشكرك أسماء حسن مرسلة النيل وشكرا لضيفتك الكريمة لأستاذ حنان رمسيس على هذا التحليل دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وننتقل تحديدا إلى لبنان حيث قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي ثمانية مليارات وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليون دولار أمريكي وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب منصوري أضاف أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة المليار ومائتين وسبعين مليون دولار أمريكي يقتضي تزديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية مشددا بعدم الصرف من رصيدها الاحتياطي إلا لتزديد الالتزام الخارجية فقط أعلنت شركة آدنوك الإماراتية للغاز توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة اليابان لاستكشاف النفط الشركة أضافت أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 و 550 مليون دولار يأتي الاتفاق بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا للإمارات ودول أخرى خارجية في يوليو والتي ركزت على تأمين إمدادات طاقة لليابان التي لا تزال تعتمد وبشكل كبير على وارداتها من النفط والغاز على صعيد آخر انخفضت صادرات اليابان في يوليو للمرة الأولى في حوالي العامين ونصف العام ما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين بينت وزارة المالية في اليابان ظهرت تراجع صادرات البلاد بـ 13% لأساس سنوي في يوليو مقارنة مع توقعات بالخفاضية 8 من 10% وقد جاء هذا الهبوض بعد زيادة الصادرات بـ 1.5% في الشهر السابق إلى أسواق النقد الأجنبية حيث دفع الدولار اليين لمزيد من الهبوض بعدما أبرزت متانة الاقتصاد الأمريكي أبرزت الحاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في حين وقهه بنك اليابان المركزي صعوبة في الدفاع عن موقفه شديد التيسير من السياسة النقدية مؤشر الدولار لمس أعلى مستوى في شهرين عنده 159 من 100 وسجل اليين الياباني 146.565 من الألف من اليين مقابل الدولار اليورو هبط بـ 7.10% إلى دولار وـ 8.695 من المائة ألف من الدولار في حين تراجع الجنائي الإسريني بـ 1.10% إلى دولار وـ 27.195 من الألف من الدولار أما في روسيا فقد وصلت العملة الروسية لارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى وفي تعاملات سجل الروبل أعلى سجل أعلى مستوى أمام كل من الدولار واليورو منذ الثاني من أغسطس الجاري سعر صرف الدولار تراجع إلى 93.99 من 100 روبل للدولار الواحد فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 191.98 من 100 روبل لليورو الواحد جاء ارتفاع العملة الروسية على خلفية تقارير إعلامية أعقبت قرار المركزي الروسي برفع سعر الفائد الرئيسي بواقع 3.5% مرة واحدة ليصل إلى 12% سنويا وذلك في خطوة تهدف لدعم العملة الروسية في بريطانيا كشفت بيانات رسمية أن تضخم في البلاد تباطأ كما كان متوقعا في يوليو إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 22 على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات المختلفة قال المكتب الإحصاء الوطني أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8% مقارنة مع 7.9% في يونيو وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت بيانات وزارة الخزانة زيادة الحيازات الأجنبية من سنداتها في يونيو وأن اليابان كانت أكبر حائز خارجي لها إذ زادت مشترياتها الصافية منها زادت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأبريكية إلى 7.56.000.000 دولار في يونيو ارتفاعا من 7.52.000.000 في الشهر السابقي عليه أظهرت البيانات وأن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت أيضا عن العام السابق عندما بلغت السبعة وواحد واربعين من مئة تريليون دولار ننتقل إلى أسواق الأسهم الأوروبية التي تراجعت بينما ضغض مع حطار اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي لشهر يوليو على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول المعشر ستوك 600 الأوروبي هبط بنصف المئة وليلامس أدنى مستوى في أكثر من شهرين في شهر عفوا وتردع معشر الكاك الفرنسي بنصف بالمئة كما انخفض معشر داكس الألماني بنصف من المئة أيضا في أسواق النفط العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي والصمخاوف من أن يؤدي طبط النمو في الصين ورفع أسعار الفائدة المحتمل بولايات المتحدة لتراجع الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين بالعالم العقود الأجلة لخام القياس العالمي المعروفة بمزيك برينت تراجعت ب37 سنة إلى 83 دولارا 8 سنتات للبرميل كما انخفض الخام الأمريكي 39 سنة إلى 78 دولارا 99 سنة للبرميل أما في أسواق المعدن النفيسة فقد لمست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الأوينة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر المركزي الأمريكي في تجديد سياساته النقدية سعر الذهب بلغ في السوق الفورية 1891 دولارا 70 سنة للوقية بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تفعت الفضة في السوق الفورية بـ 12% إلى 22 دولارا 42 سنة للوقية أما البلاتين فقد استقر عند 882 دولارا ونصف الدولار انتعت النشرة وهذه تذكرة بالعنوين وزير المالية يستعرض جود تيسير الإجراءات الجمركية بالمنافذ خلال النصف الأول من العام 2023 مصرف لبنان يؤكد أن احتياطي النقد الأجنبي يبلغ 8.5 مليار دولار ولا صرفة إلا لتزديد الالتزامات الخارجية فقط والروبل يسجل على ارتفاع له منذ أسبوعين أمام الدولار واليورو في روسيا شاهدين الكرام كانت هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة دمتم في أمان الله 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 دمتم في أمان الله